أمنيا دائما يعيش شريع الفرنسي على وقع فضيحة بعد إعلان وزارة الداخلية عن تمكن ثلاثة مشتبه فيهم بالإرهاب من الإفلات من الأمن الفرنسي بمطار أوروبي قادمين من تركيا خلافا لما تدولته وسائل الإعلام من قبل حول توقيف المشتبهين في انتمائهم لتنظيم ما يسمى بداعش من بينهم زوج شقيقة محمد مراح المتهم الرئيسي في عملية قتل سبعة أشخاص بينهم ثلاثة عطفال يهود شهر مارس 2012 وكشفت صحيفة الموند الفرنسية أن الجهاديين الثلاث يتجولون حاليا بكل حرية بشوارع مدينة مرسيليا بعدما تمكنوا من الإفلات من الشرطة الفرنسية بسبب غياب التنسيق بين السلطات التركية التي طردت الجهاديين الثلاث بعد عودتهم من سوريا ترجمة نانسي قنقر